مشاهدين الكرام في كل مكان اترحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي عبر الكتاب مضوح حلقة اليوم هو هل افتدانا المسيح على الصليب وهذا العنوان هو اساسا عنوان لكتاب للدكتور منقذ السقار كتاب مكون او كتاب مكون من 121 صفحة بيحاول فيه انه ينكر تاريخية صلب وموت المسيح وبيحاول يطعن في كل الحقائق التي اعلنها الكتاب المقدس واعلنها ايضا التاريخ العالمي والمؤرخين الوثنيين على ان المسيح قد صلب كل هدفه من الكتاب هو انه يقول انه المسيح لم يمت والمسيح لم يصلب لم يمت وانه المسيح مفتداش حد وده طبيعي متوقعينه لان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة ده مش حاجة جديدة محاربة تاريخية صليب المسيح ومحاربة لب الايمان المسيحي وهو موت المسيح الكفاري هي اساسا من اعمال ابليس الذي لا يريد ان الناس تخلص ولا يريد ان الناس تتعرف على شخص المسيح المخلص ولا يريد لهم حياة ابدية يريد ان يهلك او يهلك الجميع وبالتالي الدكتور منقز بيصب الارجمنت بتاعته في هذا المصاف هل افتدان المسيح على الصليب وانا حبيت احط العنوان نفس عنوان كتابه لكي ما ارد فيها على هذا الكتاب جز جز وهنبدأ نهاردة هذه الرحلة واتمنى ان هذه الرحلة ما تكونش رحلة مملة لكن تكون رحلة شيقة مش بس نتعلم فيها عن حقيقة وتاريخية صلب وموت المسيح واهمية موت المسيح الكفاري الذي لنا به الفداء وبدمه غفران الخطايا لكن ايضا نتعلم ازاي نرد وازاي نناقش بطريقة اكاديمية ما يكتب فهذا برنامج عبر الكتاب ليس فقط انه نقدم ردود على الاعتراضات والنقد للإيمان المسيحي لكن ايضا نتعلم من خلاله كيف ننقد وكيف نفند فكرة وكيف نقدم البرهين بتاعتنا كتابية والمنطقية هبدأ مع حضراتكم هذه الرحلة اليوم وهبدأها بملاحظات عن المقدمة والخاتمة عشان تعرف محتوى كتاب اول حاجتين تقراهم انك تقرأ المقدمة وتقرأ ايه الخاتمة المقدمة هتوضح لك هو بيهدف لايه ايه الغرض من الكتاب ايه محتوى الكتاب فلما تقرأ المقدمة تعرف فلسفة الكاتب المفروض انها يعني فلسفة الكاتب هو هيكتب الموضوع ده او كتب عن الموضوع ده ليه وايه هي النقطة الاساسية اللي بيتناولها في هذا الكتاب فاهم حاجة انك تعرف المقدمة تقرأ المقدمة وتبص كمان على المحتوى ده table of content عنده فصل واحد اتنين تلاتة اربعة بتكلم عن الموضوع دي وبعدين تروح للخاتمة وتشوف الخاتمة هل هو وصل بحسب اقتناعه يعني الى هو اقتنع انه وصل للحقيقة دي اقتنع انه وصل للغاية اللي هو يعني كتب من اجلها الكتاب تشوف الخاتمة تقرأها وبعدين ترجع بقى للكتاب وتاخد الكتاب جزء جزء وتقرأه لكن انا النهاردة احاول ان انا اقدم بعض الملاحظات عن المقدمة وعن الخاتمة هل افتدينا المسيح على الصليب اه ده كتاب الدكتور منقذ وانا هبدأ مع حضراتكم هذه الرحلة في المقدمة بتاعة الكتاب ماذا يقول لنا في المقدمة طبعا بداية بالحمد الى اخره يقول ان انتهينا في الحلقات السابقة او الماضية هو عمل سلسلة اسمها سلسلة الهدى والنور وهل افتدينا المسيح على الصليب ده يعتبر الجزء الرابع في هذه السلسلة كويس السلسلة الجزء التالت غالبا كان بيكلم فيها عن الكتاب المعدد فبيقول انتهينا في الحلقات الماضية من سلسلتنا الى حقيقة واضحة وساطعة هليني بس احطها لحضراتكم هنا الى حقيقة واضحة وساطعة كما الشمس في رابعة النهار ايه بقى الحقيقة دي كويس ان الكتاب المقدس كما رأينا عمل بشري ما هو مش ممكن ابدا يقدر يطعن في صلب وموت المسيح الا اذا طعن في الكتاب يعني يعني ليه لانه هنشوف اعترافه فيما بعد بيقولك ان الكتاب اتكلم عن صلب المسيح بتفاصيل كثيرة جدا بس هو مش عايز يقتنع بالتفاصيل دي هو عايز يقتنع بالرواية الاسلامية اللي مفعاش تفاصيل هو عايز يقتنع بي انه المسيح لم يصلب ولم يموت فبالتالي يعمل ايه لازم يطعن في مصداقية الرواية الكتابية الانجلية اللي مليانة تفاصيل دقيقة جدا 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 عن صلب المسيح ويمكن سمعتوني قبل كده وقلت العبرات دي قبل كده مرات ومرات انه حادثة الصلب او الاسبوع الاخير في حياة الرب يسوع بيشمل اربعين في المية من حجم الانجيل اربعين في المية الاسبوع الاخير هو القمة بتاعة الانجيل الانجيل الاربعة اربعين في المية من محتوى الانجيل مخصص للحديث عن اسبوع الالام اللي فيه صلب وموت الرب يسوع وقيمته وبالتالي هو قدام حقيقة ما يقدرش ينكرها بس علشان يطلع نفسه منها يعمل ايه يطعن في مصداقية وعش كده هو يقولك احنا بدأنا ووصلنا الى حقيقة ساطعة كالشمس في رابعة النهار يا حلاوة بجد ده انت مصدق الاكاذيب دي ويس وقولك ايه بعد كده انه كتاب المؤدس لا يمثل كلمة الله بحال من الاحوال اقتنعه وعليه نتيجة كده بقى هو اقتنع انه كتاب المؤدس محرف كتاب المؤدس عمل بشري كتاب المؤدس ليس كلمة الله طيب وعليه بقى النتيجة الاساسية وعليه فلا يصح الاستدلال على اي من العقائد او الاحداث الهمة ومن ذلك صلب المسيح يعني انا مش هاعتمد على الاناجيل انه فيه رواية وحادثة صلب المسيح مل هتجيبها منين هتجيبها منين هيعتمد على اية يتيمة مل هاش اي سند عنده في القرآن هيترك مئات الايات في الاناجيل وعشرات التفاصيل الدقيقة جدا جدا اللي مش ممكن ابدا يكتبها الا شهود عيان ويرجع الى شاهد ما شافش حاجة ويقول لك اثلانا متمسك بشهادة الشاهد الذي لم يرى شيئا مع انه يعني بعض الاخوة المسلمين عندهم نوع من السامحون يعني مش زوفرينيا انفصان في الشخصية هنا هيقول لك ايه انا لن استدل بالكتاب المؤدس في حادثة الصلب والفداء وبعدين جوه الكتاب نفسه جوه الكتاب بيستدل بالكتاب المؤدس وبيستدل بصفر المزامير وبيستدل بنبوات العهد القديم علشان يحاول يثبت ان المسيح قد نجي وان المسيح لم يصل يعني ده نوع من الشيزوفرينيا ده نوع من واحد مش عارف هو بيكتب ايه يعني هو مش عايز يستدل بالكتاب المؤدس لانه مش بيسق فيه بس هو هيستدل بالكتاب المؤدس ويحاول يلوي الايات اللي في الكتاب المؤدس علشان تيخدم غرضه كويس انه هو يحاول يثبت منه ان المسيح لم يصل ما هي اما تستخدمه يا اما تستخدمهوش يا اما تستدلي به يبقى كل اياته واضحه قدامك يا اما ما تستدليش به نهائي انما هو هيروح لفين اصله عشان ينفي الصلب ما هم عندهوش مسكين فهو هيتعلق بقى الشاية زي الغريق هيتعلق حتى لو الكتاب المؤدس في وجهة نظره كويس انه ما ينفعش انه استدل عليه بس انا هستدل عليه لانه هزبت منه انه المسيح لم يصل طيب لكن الراجل يعني متواضعا ويعني هينزل الى مستوى مش بتاعه ولكن تنزيلا مع النصارى في الحوار يعني علشان بس الواحد هنزل للمستوى بتاع المسيحيين في الحوار ورغبة في عدم غلق هذا الباب لا يا اخوي افعله هو انت يعني ورغبة في عدم غلق هذا الباب نعود لطرح سؤالين همين ايوه ايه هم بقى السؤالين الهمين بتوعك قال لك السؤال الاول احدهما تاريخي والاخر عقائدي واحد تاريخ واحدة قائد التاريخي او اولهما هل صلب المسيح كما تذكر الاناجيل ده السؤال التاريخي بتاعه هل المسيح صلب كما تذكر الاناجيل يعني انت بتشهد ان الاناجيل اثبتت ان المسيح قد صلب طب لما انت بتشهد ان المسيح والاناجيل اثبتت ان المسيح قد صلب ليه بتحاول تثبت من الاناجيل ايضا ان المسيح لم يصلب يعني مش عارف ده كمية التناقض رهيبة يبقى هو اول سؤال عنده هل صلب المسيح كما تذكر الاناجيل والسؤال التاني هو متعلق بالسؤال الاول وهو اذا ان قلنا لو قلنا ان المسيح قد صلب فهل كان صلبه فهل كان صلبه فداء لنا وللبشرية هل المسيح مات فداء للبشرية ولا لا لو قلنا انه مات دول السؤالين بتوعه هل صلب المسيح بحسب الاناجيل وهل رواية الاناجيل صح ولو قبلنا ان المسيح قد صلب فهل موت المسيح هو موت فدائي نيابتها عن البشرية ولا ده رجل مسكين يعني اتحكم عليه ظلما وما كانش قادري يعمل حاجة فمات ظلما ولم يمنت نيابتا عن البشرية طيب ده في الجزء الاولاني اللي بيقولنا في المقدمة وبعدين بيوصل لتحت بقى في المقدمة بيقول لنا حاجة غريبة جدا كويس بيقول لنا ايه بقى في المقدمة بيتحفنا بصراحة بيقول لنا هل افتدان المسيح على صليب نجيب عنه بموضوعية خلوا بالكم خلوا بالكم بالتلات يعني اوصاف لبحثه العلمي ولمحاولته الامينة للاجابة على سؤال هل افتدان المسيح على صليب هو بقى عشان كده بقول المقدمة مهمة ليه هنعرف منها المنهجية اللي هيتبعها ايه في الكتاب هي بيقول لك نجيب عنه بموضوعية بايه موضوعية يعني موضوعية تبقى محايد تبقى بتقرى في الكتب المسيحية والمراجع المتوفرة وكل المصادر علشان تعرف يعني يعني ما يبقاش عندك يعني تحيز كويس فهو هو بيقول نجيب عنه بموضوعية وببنهجية علمية يبقى موضوعية ومنهجية ايه علمية انا لما يكون عندي طالب في الجامعة ويكتب لي بحث ويكتب لي في المقدمة انه انا هاجيب او هتناول هذا الموضوع بموضوعية وبمنهج علمي انا لازم الكلام ده ولا اللي بيقوله امتحنه ابص على الكتاب فخلينا نبص على الكتاب وخلينا نبص على المصادر بتاعته وخلينا نبص ايضا على المنهجية بتاعته اللي اتبعها في البحث ونشوف هل هو صادق ولا ده مجرد كلام بيتقال على المصادر والكتاب اساسا ملوش اي علاقة لا بالموضوعية ولا بالمنهجية العلمية الحقيقة دي اللي هي نجيب عنه بموضوعية وبمنهجية علمية جي في الخاتمة الهالنا برضو يعني خليني كده اروح الى الخاتمة مع حضراتكم معلش خاتمة الكتاب اه اهو دي الخاتمة خليني اكبرها الخاتمة الخاتمة بيقول لنا ايه وبعد وبعد هو قال انه هو هيتبع الاسلوب المنهج الموضوعي والمنهجية العلمية منهجية العلمية كل واحد فينا درس يعرف يعني ايه to do a research paper يعني ايه a research methods يعني ايه البحث العلمي لاننا اللي شايفه هنا ما يزيدش عن الدكتوراه بتاعة محمد رمضان لا يرتقي ابدا لأي موضوعية علمية ولا لأي حاجة ده يعني ده دكتوراه كده ملاش علاقة بالمنهجية العلمية زي حد مبارح يعني بعث لنا كان لينك كده على واحد واخد الدكتوراه بامتياز عن موضوع الدرات او الفساء وعلاقته بالصلا واخد الدكتوراه بامتياز ده بالضبط نفس الموضوع سوري يعني في اللفظ لا هو موضوعي ولا هو علمي بيقولك هنا في الخاتمة اين في الخاتمة يقول وصلنا في نهاية مطافنا الى اجابة سؤالنا الرابع في سلسلتنا سلسلة الهدى والنور حيث حيث اجابنا حيث انا انا تتبعت الموضوعية والمنهجية العلمية طيب عارفين المصادر اللي استخدمها الموضوعية فين انا بص فين المرجع بتاعتهم الإكويني انهي صفحة اسمه ايه الكتاب مفيش لا كتبها فوت نوت هنا ولا كتبها كببليوجرافي كفيلت في قائمة المراجع بتاعته في الخلف لا هنا ولا هناك المفروض اي بحث علمي مفيش اقتباس الا ويكون موثق انا عايز اتبع اللي انت بتقوله انا عايز امش وراك واحدة واحدة فلما تقول لي مثلا يوردن مولتمان قال كذا 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 قل لي قالها فين وقل لي الصفحة اسمها صفحة كام وقل لي تاريخ النشر امتى وقل لي العادي اللي احنا بنكتبه في الفوت نوت ليه لان انا انا كباحث ذيك اه هو انت قلتلي هنا يوردن مولتمان قال كذا وكذا وكذا انا عندي كتاب مولتمان هطلعه وهاعمل واروح للصفحة اللي انت اللي انت اقتبست منها واقول اه صح مولتمان قال كده وممكن اعرى القرينة اللي فوق واللي تحت واقول لا يبقى انت اقتبست غلط انت فهمت اللي عبارة دي غلط ده هو في الجزء اللي اولاني بيقول كذا والجزء التاني بيقول كذا انما انت مش مدي اي فرصة لاي واحد باحث انه 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 يمشي وراك عارف حاجة زي كده لما بيجي لي مسلا طالب بيعمل حاجة زي كده انا بديله صف عارف لي لاني بقول ان انت غاشش انت انت مرجعتش لكتاب مولتمان الاصلي انت يمكن وقع بين ايدك كتاب اخر حدي فيه مقتبس للمولتمان فروح تواخد الاقتباس ده وحطيته عندك في الكتاب ده اسمه غش في البحث العلمي اسمه غش عشو كده حتى اقولي الطلبة بتوعي ما تخافش ان انت تبقى نص الصفحة بتاعتك مليانة فوت نوت تحت مليانة هوامش ليه لان ده بيقولي على قد اي انت اريت وتتبعت وبحث وتعبت انما لو واحد جايلي كده بصدق ما بكملش قرية البحث بتاعه فهنا اولا لا ذاكر فوت نوت لا اي حد كل اللي ذاكرهم كل الاسماء اللي حطيتها ولا ذاكر ليها فوت نوت ولا ذاكر حطيتها في الببليوجرافي بتاعه يعني يعني انا معلش كتاب مثلا زي ده اوري لحضراتكم اللي انا قصدوا ايه كتاب كتاب المسيح من هو كويس مسيح من هو انا اي اقتباس كويس بحط الريفرنس تحت هنا يعني لو اقتباست من واحد لهوتي اقول اسمه واسم الكتاب ودار النشر وسنة النشر والصفحة ده اسمه بحث علمي واجي في الاخر واجي في الاخر احط كل المراجع بتاعتي اللي انا اقتباست منها بترتيب ابجدي بسميها المراجع الببليوغرافي بتاعتي فكتاب زي دوان مثلا استخدمت فيه اكثر من 220 كتاب كمرجع مع وضد الفكر والفكر الاخر انما هو عمل ايه هو قال لك انا هاخد الكتاب ده بموضوعية وبمنهجية علمية ولا مرجع كتبه ولا مصدر لكلامه قاله وده بيقول لي انه هو سوري يعني لا يفقه شيء في البحث العلمي وبيضحك على الناس او مقتبس الاقتباسات دي من كتب مقتبس الاقتباسات دي لكن هو مش كتبها اصلا مش راجع ليها اصلا ومش عارفها اصلا دي حاجة الحاجة التانية بقى والغريبة الحاجة التانية والغريبة هورهالكو نرجع الى قائمة المراجع قائمة المراجع المصادر بقى اللي عمل عليها البحث العلمي بتاعه ما انا بعرف بعرف ازاي انت عملت بحث علمي عافين انا 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 اقول المرجع اللي انت هتذكره في الاخر لو ما استخدمته جوه بتبقى غشاش لمجرد انها شافها على البوكشيلفس تيجي بقى للمراجع المفروض واحد بيتكلم عن هل افتدان المسيح على صليب هل دون موضوع اسلامي ولا موضوع مسيحي موضوع مفروض اللي اتنين موضوع هو اساسا مسيحي كويس واحد بيحاول يزبط العكس علشان اسلامه بيقول العكس فصار موضوع للبحث العلمي ولموضوع الجدال طيب انا في موضوع الجدال ارجع لمصادر اسلامية ولا ارجع لمصادر اسلامية ومسيحية ولا ارجع لمصادر مسيحية كمان اكتر من المصادر الاسلامية لان الاسلامية مكلمتش كتير عن موضوع ده ارجع لايه ايه المصادر بتاعت تكون مصادر بتاعتي المفروض تكون الفكر المسيحي والعقيدة المسيحية وكتب التاريخ المسيحي وكتب تاريخ الكنيسة واخد كمان مراجع الإسلامية بتاعتي لان انا بحاول اثبت وجهة نظري تعالوا بقى نشوف المراجع هو استخدم 24 مرجع طبعا لا فيها الأسماء اللي قالها قبل كده لا يوردن مولتمن ولا غير ولا غير ولا غير من الناس دي ولا ميننج ولا غير الأسماء دي خالص هو ذكر هنا المصادر والمراجع بتاعته مصادر والمراجع بتاعته فيها كتاب واحد مسيحي هو الكتاب معدس يمكن حطه عشان بس ما نحدش يزعلي وال23 مرجع البقيين مرجع إسلامي ما هو بيقولك هو بيقولك بيه بموضوعية بيقولك انا انا هتناول هذا السؤال واجيب عنه بموضوعية وهو لم يستخدم لا كتاب لهوتي مسيحي واحد في قائمة مرجعه ولم يذكر مرجع مسيحي واحد استند اليه في كتبه انا بحكم باللي مكتوب قدامي اللي انت كتبته هنا انا بقضينك على ما كتبته بحكم عليك من اللي انت كتبه اهو المرجع الاولاني القرآن المرجع التاني الكتاب المقدس انجيل برنابة ده يعني بنعتبره مش كتاب مسيحي ده كتاب غنوسي موجود ايه سواء عايز تستخدمه تستخدمه ده تسيب راحتك لكن لكن نجي بقى للمراجع اللي هو استخدمه ما هو بيقولك بقى موضوعية هو بيجيب على سؤال هل افتدان المسيح بموضوعية ولم يرجع الى كتاب مسيح واحد يستشهد بي فعملي الانجيل والصليب عبدالاحد داود محمد حسن عبدالرحمن خديجة الشيطان خديعة الشيطان سوري احمد ديدات الخطية الاولى بين المسيحة يهودية والاسلام اميمة احمد شهين كامل سعفان منصور حسين عبدالعزيز محمد توفيق صدقي هاشم جودة محمد طاهر محمد رشيد رضا ابراهيم خليل احمد دي كتب دول كتاب عبدالرحمن البغدادي محمد ابو الغيط محمد طقي العثمان ابراهيم خليل احمد محمد وصفي دي دي المراجع بتاعته المصادر كلها علاء ابو باك ابراهيم الجبهان كل دي المصادر بتاعته كلها ايه اسلامية انا بصراحة صدمت لما لما قلت بص على على الفهر على قائمة المصادر بتاعته المراجع بتاعته هو رجع لأيه طلع مرجعش الحاجة مسيحية ولا كتاب مسيحي غير كتاب مؤدس ويمكن بس انا بقول لي هو اذكره لانه استخدم منه كم الشواهد اللي تعجبه ومش هيرجع حتى في الشواهد اللي هيستخدمه من الكلام قدس مش هيرجع الى مفسرين مسيحيين لا 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 ما هو عارف سوريا انه مش كتير بيقرأ واللي بيقرأ كتبه اغلبها يكون من نفس نوعيته فهو هيتب نفسه ليه ويقدم حاجة علمية ليه وبعدين يمكن التفسير المسيحي يكون عكس فكره عن الآية وتفسيره الآية فيحط نفسه في موقف حارج ليه فده انتفى منه الموضوعية وانتفى منه البحث العلمي ده الكتاب هل افتدان المسيح على صليب ليس كتاب موضوعي وليس كتاب بحثا علميا ده قعدة مصاتب ده نسميها دكتورة محمد رمضان لا تزيد ولا تقل عن دكتورات محمد رمضان بس يعني عايزكم يعني انا بقولي الكلام ده ليه لانه اللي بيقوله ده بيخدع بين ناس تقرأ انت الكتاب كده في المقدمة ويقولك ايه انا سوف اتبع الموضوعية والبحث العلمي ومن هيجي العلمية في البحث فينها هو انت بتكلم ناس مش فاهمة ده انا في مجال البحث العلمي بقالي اكتر من 24 سنة ما لاش علاقة البحث العلمي ما لاش علاقة بان انت بتدرس لهوت ولا بتدرس عهد قديم ولا بتدرس عهد جديد البحث العلمي ده اسلوب ده منهجية اي واحد في المجال العلمي وبيدرس بحث علمي يعرف انه ما تتبعه او ما انتجه الدكتور منقذ سقار من كتاب لا يرتقي الا ان يكون مجرد عزة جمعة ليس لها علاقة بالبحث العلمي لا في هوامش لما يقول ولا في تسجيل دوكيومنتري للمصادر اللي استخدمها ولا استخدم مصادر مسيحية خالص ده فيه كتب بالعرب كتير يا عمي لو انت مش عارف انجليز كتب بالعرب كتير بتتكلم عن صليب المسيح موجودة على النت وموجودة في المكتبات وموجودة في كل حتة ومعتقدش ان انت يعني فقير انك تقتني مجموعة كويسة من كتب التفسير لكن البحث العلمي فدينا اول حاجة المقدمة والختمة اثباتت انه ده لا بحث ولا هو علمي طب لما هو لا بحث ولا هو علمي انا هتعب نفسي في ليه علشان اوريكم انه هو لا بحث ولا هو علمي وانه ما يقوله هو محاولة لانقاذ غريء وهو محاولة اثبات ان الكرآن صح بالرغم من ان الكرآن لم يأتي بدليل على عدم صلب المسيح لكن لانه هو مقتنع ان الكرآن صح فهيبطل العقل والتفكير وهيحاول يعمل اي حاجة تاني منها ان يلغي حتى التفكير الموضوعي والتفكير العلمي عشان يثبت ان المسيح لم يصلب طيب ما عليش خدت وقت زيادة في الجزء ده بس ده كان مهم نروح بقى ايه الى البداية شفنا المقدمة كويس في صفحة رقم اثنين بيقولنا عن صلب المسيح عند النصارى اوكي قالنا في المقدمة في الجزء ده يعتبر او يعتبر النصارى يعتبر المسيحيين يعني كويس حادثة صلب المسيح احد اهم احداث المعمورة ودي حقيقة لانه المسيح اساسا تجسده ومجيئه بهدف فداءه للبشرين وبالتالي حادثة صلب وموت المسيح هي روح الايمان المسيحي لانه لو المسيح لم يموت يبقى نحن ما زلنا بعد فين بخطيانا حيث يرون ان صلب السيد المسيح ليتحمل عن البشر خطية ابيهم ادم بل وخطياهم جميعا وهنشوف الجزء ده وهنتكلم عنه بالتفصيل طيب الغريبة بقى ده الجزء اللي انا قلت له حضراتكم عليه تؤكد الاناجيل عايزكم تحفظوا العبارة دي عشان اوريكم الاي مدى الشيزوفرينيا بتاعة الدكتور منكز وغيره يعني تؤكد الاناجيل يبقى الاناجيل تؤكد اذا كانت الاناجيل تؤكد ان المسيح قد صلب فانت ليه بتروح للاناجيل عشان تثبت ان المسيح لم يصلب يعني يعني انت انت بتعارف ان الاناجيل بتؤكد تؤكد الاناجيل تؤكد الاناجيل في اصحاحات مطولة احنا فكرة هنا هو بيزبط لين ان هو عارف الاناجيل وعارف ان الاناجيل في اصحاحات مطولة زي ما قلت لحضراتكم اربعين في المية من محتوى الاناجيل يتناول الاسبوع الاخير من حياة الرب يبقى تؤكد الاناجيل في اصحاحات مطولة صلب المسيح يبقى الاناجيل يبقى الاناجيل يبقى الاناجيل ذاكرةنا الكثير من تفاصيل القبض عليه ومحاكمته وصلبه ثم دفنه ثم قيامته فصعوده للسماء يبقى فيه تفاصيل كثيرة في الاناجيل الاربعة وفي الاصحاحات المطولة بتتناول الابض عليه ومحاكمته وصلبه ودفنه وقيمته وصعوده بس هو للأسف مش عايز يقبل الشهادة دي لعايز يقبل الاصحاحات المطولة ولعايز يقبل التفاصيل الكثيرة هو عايز يقبل آية يتيمة قالها شاهد ما شافش حاجة وبعدين في نفس الوقت العبارة اللي بيقولها هنا دي هو بيعمل عكسها جوه جوه في كتابه يعني لأنه بيحاول أنه يستخدم الاناجيل أيضا الاناجيل التي ذكرت لنا في أصحاحات مطولة تفاصيل كثيرة عن الرب يسوع بيحاول بيحاول أن يستخدم الاناجيل دي علشان أيضا يثبت أنا معرفش إزاي إنه المسيح لم يصل زي اسألوا المسلمين قولوا لهم تحبوا تعيشوا تحت الشريعة الإسلامية يقول لك لأ طب تحبوا تعيشوا في أفغانستان وإيران يقولوا لك لأ اسألهم تحبوا تطبقوا الشريعة الإسلامية يقول لك طب تحبوا تعيشوا في بلاد بتطبق الشريعة الإسلامية زي أفغانستان وإيران يقول لك لأ طب تحبوا تعيشوا في بلاد الكفار العلمانية الغربية في أوروبا وأمريكا يقول لك آه طب هتعيشوا ليه هناك علشان نتطبق الشريعة الإسلامية اللي احنا أساسا هربانين منها بالزبط هنا اللي بيقولوا فيه نوع من 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 اللخبطة هو بيقول لك إنه الأنجيل بتذكر الكثير في أصحاح أصحاحات مطولة وبتؤكد صلب المسيح وبعدين في جوة كتابه يروح داخل للأنجيل علشان يحاول يثبت منها أن المسيح لم يصلب واضح الفكرة الإنفصام اللي موجود أنا لا ألومه على فكرة أنا ألوم من تسبب في حدوث هذا الإنفصام هو يعلم جيدا أن الأنجيل تؤكد صلب المسيح لكن ما ينفعش يعترف بيها لأنه مش يبقى مسلم لكن علشان يبقى مسلم لازم يعترف بآية يتيمة جات بعد ستمائة سنة طب إزاي الآية اليتيمة دي تكون صح وكل البرهين دي تكون غلط فهو بيحاول أنه يبقى فيه انتصام عشو كده أقول لكم العبارة اللي قالها هنا العبارة دي من أخطر الاعترافات أنا بسميها اعتراف صريح وواضح من الدكتور منقز بأن الأنجيل تؤكد دون أدنى شك في أصححات مطولة وبتفاصيل كثيرة الأبدع المسيح وصلبه وموته وقيمته وصعوده عشان يهرب من النقطة دي بيقولك آه لا ما احنا منتفق معاك هو فعلا تمت محاكمة وتم صلب وتم موت بس ما كانش للمسيح بس ميش للمسيح ده الواحد تاني شبه له وهم اعتقدوا انه هو المسيح طيب ناخد مداخلة الأخ جيرجس من أمريكا ألو مساء الخير مساء النور أهلا بيك أنا أحب أقول رأيي في الموضوع ده فضل إذا كان في واحد صلب وأربعة من تلاميذ حكوا الحكاية وحكوها بالتفاصيل وتفاصيل التفاصيل والأربعة دولة جالوا الحكاية دي اللي الناس بشروا بيها وبعد كده ماتوا في سبيل هذه الحقيقة حياتهم ما كانش عليها أي غبار محدش يقدر يمسك عليهم حية يجي واحد نبي كداب بعد ستة قرون ما كانش معاصر ويقول ما صلبوه وما قتلوه وما يديش قصة بديلة إزاي ما صلبوه وإزاي ما قتلوه وما حكاش أي تفاصيل وعاوزني أكبر إزاي أكبرو بعد كده كانوا عند الصليب كانت أمه وخالته فلو واحد الصلب غيره هل ما تعرفش ابنها علشان يعني تساير هذه الخدعة وبعد كده إيه الغرض من إنه إيه الغرض من إنه يعني يشبه لهم هل مفيش أنبياء تقتلوا مفيش أنبياء يعني زبحوا مفيش إشماء نده اللي وقفين قبل صليب الإسلام بينفي حتى المعجز العاشرة بتاعت موسى اللي هي معجز اللي هي ضربة خروف الفاسح لأنه أساسا مع وش عاوز يمنع الناس من قبول الخلاص بأي منطق نقبل نبوة نبي كداب بعد ست قرون يقول ما تصلبش ذال لأنا عاوز شكرا شكرا أخونا جيرجس الرب باركك شكرا لك يعني المنطق فين المنطق فين العقل بجد ده سؤال يعني بأي منطق وبأي عقل يقبل قاضي شهادة شاهد لم يرى شيء ولم يكن معاصرا وآتى بعد الحدث بستمائة سنة ويرفض شهادة تفاصيل مليانة بالتفاصيل الكثيرة نحن 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 من كندا سلام سلام المسيح معك أخونا رب يباركك أحدى تعليقات الدكتور منقد على مزمور 110 لما نقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أجعل أعدائك موطن لإقدامك فقام بتفسير كلمة الرب وأعطى هذا اللقب لمحمد بطريقة يعني ما أعرف شون يعني مثل ما حضرتك تفضلت أنه دكتوراه محمد رمضان نفس الشي يعني نفس الطريقة طريقة يعني مثيرة للضحك بشكل مغزي جدا ثم سؤالي هو هل هناك مرجع واحد إسلامي منذ نشأة الإسلام إلى حد الآن يقول أنه محمد هو الرب لا لا يمكن أن تجد وهذا هو الدعاء باطل وهذه هرطقة وبدعة وهذا فهو منقذ السقار هو ممتدع ثم في سرد نفس المزمور شيقو يقول أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق طيب هل هل ذكر القرآن ملكي صادق حتى وعن طريق همش هل هل المراجع الإسلامية ذكرت أي شيء عن ملكي صادق ثم الأدهى والأمر هل الإسلام يؤمن بالكهنوت لا وهل محمد هو كاهن يعني لما نقرأ في سورة الطور فشي يقول يقول فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجدون فإذا أنت من يند تجيب حضرة منقذ السقار حضرة الدكتور من يند تجيب أنه هذا المزمور هو ينطبق على محمد فاللي هما أتباع موقذ السقار هما ناس يعني يدهجون منهج جديدات ومنهج ذاكر نايك اللي هما مخادعين ويعرفون يقينا مثل ما حضرتك تفضلت أنه لا أحد يراجع وراهم ولا أحد يقلب وراهم مثل ما حضرتهم عملوا بمناظرة التي عملها الأخ رشيد وبلش ويطبلون ومشكر الرب من كل القلب وأصلي من كل قلبي لأجلق والأخ وحيد اللي يفضحون هكذا نماتج والربي باركك وشكرا جزيلا شكرا جزيلا لأجل وقتك والربي باركك حبيب شكرا لك ده ده زي ما قلت انه ده اعتراف هو طبعا الدكتور منكز ليه حاجات كتيرة يعني راح مش عارف هيقول ايه ولا ايه لكن زي ما بقول هو غرقان وبيتعلق بأش حتى لو كانت الأش دي لقب لقب بي الشيطان رئيس هذا العالم من دون أي وعي يروح واخد اللقب ده وعملوا ايه قالك ده محمد حلقه كحلاوة وكله مشتهيات ده ده محمد نبي من وسط اخوتك ده يعني أوقات الواحد بجد يعني أوقات الواحد من كتر اللي بيسمعوا يعني بيصدم هي الناس دي ما بتفكرش الناس دي ما بتدرس الناس دي ما بتحاولش إنها يعني ترجع للكتب المسيحية وتشوف فيها ايه لنما لا يعني نكمل مع بعض فهو اعتراف دكتور مونكز مرة تانية بقول ده اعتراف الدكتور مونكز أنه تؤكد الأنجيل في أصححات مطولة صلب المسيح ذاكرة الكثير من تفاصيل القبض عليه ومحاكمته وصلبه ثم دفنه ما مش ممكن يكون الدفن إلا إذا كان مات الأول وقيامته وصعوده إلى السماء طيب شوفوا بقى الجزء هو بيحاول يقول هنا ليه المسيحيين متمسكين بعقيدة الصلب والفداء لأن كل النظريات المسيحية عن الله كل الإيمانيات خوالتا ماشي كل العقائد المسيحية عن الله وعن الخليقة وعن الخطيئة وعن الموت تستمد محورها من المسيح المسلوب بالتأكيد زي ما قلت أن الصلب المسيح وموت المسيح هو روح الإيمان المسيحي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطيئهم وأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون لها الحياة الأبدية المسيح مات وموت المسيح هو روح الإيمان المسيحي لأنه لا توجد غفران خطايا ولا يوجد حياة أبدية ولا يوجد طبيعة جديدة ولا يوجد ملء بالروح الكدس دون أن يكون المسيح قد مات المسيح بموته دفع دفع تمن خطايا دفع تمن خطايا دفع تمن خطايا أنه موت المسيح أنه موت المسيح تكلمت عنه الأنجيل وتكلمت عنه بتفاصيل كثيرة جدا طيب نيجي بقى للمسكين القرآن صلب المسيح عند المسلمين أما الرأي الإسلامي فيتلخص في أن المسيح عليه السلام لم يصلب كما يدعى اليهود والنصارى يعني هو عارف أن اليهود والنصارى بيقولوا كده وقد استند علماؤنا في هذا الرأي المخالف لما أجمعت عليه الأنجيل أنا لم عنديش شعر أشده خلاص شديت شديت كل اللي عندي الصفحة اللي قبل كده الصفحة اللي قبل كده يقول إيه في الأنجيل تؤكد في أصححات مطولة صلب المسيح وبتفاصيل كثيرة وبعدين الصفحة اللي بعدها على طول يقولك وقد استند علماؤنا استندوا في فكرهم على أن المسيح لم يصلب في هذا الرأي المخالف لما أجمعت عليه إيه الأنجيل يا عمي أنت أنت مدرك اللي أنت بتقوله يعني مدرك اللي أنت بتقوله بجد دي حالة عدم وعي أنت مش عارف كتابة إيه في الصفحة اللي قبل كده ده أنت بتقول إن الأنجيل بتؤكد صلب المسيح وموته ودفنه وقيامته وسعوده وبعدين هنا تقول أن الرأي المخالف أن المسيح لم يصلب هذا الرأي مبني على ما أجمعت عليه الأنجيل أقوله ما أجمع عليه القرآن أقوله ما أجمع عليه علماء المسلمين إنما ما أجمعت عليه الأنجيل واضح التناقض واضح التناقض ما أنا بقولكه هي نوع من الانفصام في الشخصية وبعدين ذكر هنا لينا إيه الآيات القرآنية ويكلم الناس في المهدي وكهلا طبعا أمشي أدخل في التفسير كتير لهذه الآية لكن يكلم الناس في المهدي معروفة القرآن بيأسكل كده لكن وكهلا طبعا منكز قالك ده في مجيء الثاني يعني كهلا يعني عيش يعني عيش لإمتى عش كده يعني يقولك علماء اللغة قالوا إنه كهلا هو العمر ما بين 31 سنة إلى 40 سنة والبعض حطها ما بين 31 سنة إلى 50 سنة لكن ده ما يهمنيش أنا لا يهمني جزء أختم به مع حضراتكم هنا ولا تذكر النصوص القرآنية ولا النبوية أي تفاصيل عن كيفية نجاة المسيح يعني زيرو شكده بقولكو إن المسلم غرآن بيتعلق بأشي حقيقة صلب المسيح حتظل لا يمكن أبدا أن ينكرها أحد المسيح مات ودفن وقام من أجل فدأنا ومن أجل خلاصنا هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم